بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين موضوع تأملنا النهاردة من برنامجنا من وحي الساعة بعنوان الإيمان صامع القدسين الموعيز على الجبل بتطوب المساكين لا يا رب ناس ومساكي ده قول طوبة لمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات والطوب الحزانة اللي في الظهر ده الناس الحزانة المتقلمة والطوب اللي بيحتملوا المنشقات ويتعبوا في صنع السلام التطوبات في الموعيز على الجبل لما نيجي نبصي لها كده تلاقي معها حب التعب كل تطويبة معناها أن فيها حب التعب وراها ومشقة لكن نلاحظ أن ربنا بيطالب أحبائه في الموعيز على الجبل يقول لهم إيه أنتم نور العالم لا يمكن أن تغفى مدينة مرضوعة على جبل ولا يقضون سراجا وضعون تحت المكيال بل على المنارة فليضيق لجميع الذين في البيت فليضيق نوركم يبقى في أتعاب عشان التطوبات دي تبقى موجودة في أتعاب لكن يقول لنا أن احنا هننور ويقول لنا ليضيق نوركم عشان ننور من خلال هذه التطويبات أن احنا نعمل الكلام ده ويبقى لنا الفضايل ديت يبقى لازم هننور هننور ازاي في أتعاب عشان ننور وبعد لما ننور هنتحط على المنارة والنور بتاعنا هيضيق فليضيق نوركم قدام الناس يشوفوا الناس بقى خلي بالكم ليروا أعمالكم الحسنة ومجادوا أباكم الذي في السماوات فالإضاءة قدام الناس دي حاجة مهمة جدا كل مسيحي لازم يكون منور ولازم هذه الفضائل والتطويبات مش هيخدها غير لما ينور مش هيخدها غير لما يتعب ويدخل في جهاد عشان يقتني هذه الفضائل فلازم إنسان يستنير أولا بالفضائل المسيحية عشان ينير للناس ضلالهم ويخفف ألمهم وأتعبهم في وسط العالم احنا بننور للناس وإحنا في وسط العالم زي مرهم في وسط الألمات والأوجاع بتاعت الناس وفي شبه كبير بين ولاد الله اللي اسمهم المسيح قال عليهم أنهما أنوار والمصباح فلما تلاقوا المصباح اللي هو الصراج اللي كان بيتميلي زمان بالزيت يشتعل الفتيل بتاعه بس لازم يبقى في زيت زيت ده يرمز للنعمة بتاعت ربنا والفتيل اللي بيشتعل دوت إذا ده يرمز اللي فيه حاجة بتتعامل نار بتتحرق فيه لألم والتعب ويترفع بعد كده علي وتثبت علي على المنارة ده إن الإنسان الروحي هيبقى قدوة ويبقى له فايدة في العالم زي ملح الطعام ويضيق لله حواليه فأولاد ربنا هما زي مسيحهم المسيح هو النور حقيقي أولاد ربنا هما أنوار في العالم ليه لأنهم تحولوا الإدسين بفعل إيمانهم الكلام ده هو الأداسة بجد يعني أنا لو نورت في العالم بالفضائل دي اللي تقالت في موازع الجبل أبقى لازم أبقى إديس ما اللي يعني أداسة بقى فالإيمان بحكمة الله ده عايز إيمان يعني الواحد يصدق كلام ربنا ولما يصدقه يصنع الكلام ده يصنع السلام يحب يغفر يبقى إنسان وديع بجد ده عايز إيمان فالإنسان لما بيآمن بالله ويبقى ابن لله وروح خلز الشغل فيه هنا هو يسلك في طريق في طريق الإيمان وينفذ وصايا ربنا حتى لو تعرضت الوصايا دي مع الوصايا والحكمة البشرية بتاعت الحكمة البشرية على سبيل المثال مثلا مقومة الشر بالشر دي وصية إلى هي قد تتعارض مع الحكمة البشرية اللي بتقول عين بعين وسن بسن والبادي أزلق هسأسمع كلام مين لو عند الإيمان هسأسمع كلام ربنا وهنور وهباديس وهنور للناس خد حاجة تانية صنع السلام صنع السلام حكمة غير مقبولة من أهل العالم لأنها بتستلزم سعة قلبه غفران للمسيئين وهكذا فهل أنا أصنع السلام ولا أسمع حكمة العالم لو أنا عند الإيمان الكافي أصنع سلام نعود حاجة تانية الافتخار والاعتزاز بالذات ده بيتنافى مع الوداع المسيحية اللي قال لنا عليها المسيح فأنا لو ابن ربنا وعند الإيمان هبقى وديع ومش هفتخر بالذات ولا هدور على روحي وكده أولاد الله يؤمنوا أكتر ويسقوا في حكمة الله أكتر من حكمة البشر ولا حكمة نفسهم كمان عشان كده معلمنا بقوله السرسول بيكلم على حكمة الحكمة دي بتاعت ربنا نبص للوصية أن فيها الكمال كله وفيها الحكمة كلها ده إيماننا فالإيمان ده يخلينا إدسين وخلينا ننور فأقول لنا كده بقوله السرسول لكننا نتكلم بحكمة بين الكاملين ولكن بحكمة ليست من هذا الظهر ولا من عظماء هذا الظهر الذين يبطلون الحكمة دي مش من الظهر ولا من عظماء الظهر اللي هيبطله والحكمة منين بتاعت السماء بتاعت ربنا أخي الحبيب وأختي العزيزة الشهداء والإدسين أضاءوا العالم ده اللي احنا فيه وصاروا قدوة عظيمة للناس ما زلنا الغايد دلوقتي نذكر الأنبابولة أو السواح غنبان طونيس أبو الرهبان الأنبابشو يا حبيب مخالصنا الصالح قديسة دميانة الشهيدة العفيفة مريمينة العجيبي ماتوا من سنين ولكن ذكرهم ممتدة في مئات السنين لكن ذكرهم ممتدة لغاية دلوقتي بسبب إيمانهم ففعلا الصديق زي بيقول كتاب مؤدس كده في مزامير سفر مزامير 112 6 الصديق يكون لذكر أبدي لو أنت عايز تضيء في وسط العالم حتى بعد انتقالنا من الأرض هنا لابد فيه سبيل أصادنا غير الثقة في أكوال الله وأعمل بوصاياه حتى لو فيها تعب زي ما قال المسيح كده كلام صريح وواضح معزع الجبل متى 27 فكل من يسمع أقوال هذه ويعمل بها وشبهه برجل عاقل بنا بيته على الصخر يبقى هنا هنا يبقى مبني على الصخر يبقى لي بيتها عظيم وهنا يبقى أنور ويبقى الديس فعلا الإيمان هو صانع القدسين لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها أمين